السلام لبنات ، إن شاء الله رأيكم ملاح الفيديو تعلين بصبغة فيبيغوز كنت قلت لأسما تدري هنا هذا الصبغة 12.11 شراما دي في الضي هذه الصبغة تخدموا بها العجب تخرجوا بها الكثير من الملانج إذا لم يكن لديكم كوريك تخدموا هذا المهم ، رامجين الفيديو بها واحد اخرين ، كما رأيكم تشوفوا خيارت لكم مزوج خصلات واحدة في الفاتح و واحدة في الأورانج كيف تعرفوا كيف ستخرج لكم كيف يكون شعر فاتح و كيف يكون المشور الباليات كيف يكون الأورانج و الديكابات لكم هنا تفهموا ثم نبدأ عملية التطبيق لكم ستفهموا أعلى كيف خرجتنا هذا كيف تفهموا أسماء لا تقولوا لماذا أسماء كيف خرجتنا كما أنت هذه الصبغة ليست علوم دقيقة تختلف من شعر إلى آخر كل واحدة يحسب شعرها إذا كان فاتح ستخرج لكم في العبوة و إذا شعر كأورانج لا أكيد لا تخرج كما هي ستبدل رأيكم الصبغة و مستحيحة تخرجكم كما أنا ستفهموا و المعلومات التي ستفهموا لكم و المعلومات التي ستفهموا لكم والله العالي العظيم ما تعلمتهم أغير أن تعلمتهم بالخبرة و تخرج لك اللون و تخرج لها بعد أن نفهم لماذا يعني هذه المعلومات لا تفهموا لكم بالمعرفة دعوا حاجة في رأسكم البنات أنه أي لون تستعمله أي كون فيها الرمادي فوق اللون يعني سحب درجة سحب برتقالية يخرج لكم ماء الأخضر زيتوني لكي يخرج لكم الرمادي صافي و الشباب يجب أن تكون درجة التفتيح تسعة فاتحة أو عشرة لكي يخرج لكم شباب الله غالب الصبغة لديها قواعد و قوانين على هذا المنقوع لكي لا تحمل درجة التفتيح و لا تحمل خدمة لكي تصل لك اللون لكي يكون شباب لا تخلط في شعرك أهنا نرى عملية التطبيق و أردت لكم الصبغة و أردت لكم و أردت لكم لجب أن تفهموا بأن لون فاتحة يتحط فق شعر فاتحة يعني إذا لديك لماشي هذا نغمال و لا لديك بالياج تسابقى غير اللون الفاتحة و أين نرى في البالياج و إذا لديك لغاسين هابطة يعني اللون الفاتحة يمكنك لون الفاتحة و أين كائن اللون هابطة هنا نفرق الأكسيدان يعني نفس كمية الصبغة قبلها نفس كمية الأكسيدان إذا استعملت توب كامل تستعمل معه عبوة الأكسيدان فرغيها كامل على حساب شعرك و من بعد ملانجي تخيط جيد أهنا لا نستعمل مصحيحات لبنات لأنه في الرقم 1 1 يعني الرمادرة مركز مصحيحة 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 يعني مصحيحة و كما قلت لكم مقبل إذا لديك للماش هابطة داري هذه الصبغة غير و إذا لديك للماش من حبيته كامل من الغاسين حتى البوينت عاودي داري غاودي غاسين عاودي خرجي للماش و داري لماش غير في الجذور من بعد الصبغة بهذا اللون كامل في شعرك و هنا قلت لكم كيف تكون صبغة كريمية يعني الخالط متجاند خلطتها مصحيحة مصحيحة كيف سيخرج لكم اللون أكيد و هنا شاهدوا كيف نعمر جامع صبغة تشحي فيها والمشطية والمشطية كامل لازم تعمل لكي تخرج مصحيحة من بعد هنا تكسر كيف سيكون نعمر كيف سيكون نعمر نعمر بعد نعمر كيف ستبدأ اللون هذا مجرد بالخفيفة لا يبطى ولا يبطى واللون من بعد نعمر من بعد نعمر الخاصة أورانج كويفر شعر عانيد كل شعر يعني يفضل لا يريد أن يخرج بالسيف لكي وصلت لهذه اللون هنا لكي تعرفوا كل شعر كيف يخرج الصبغة يعني كما تشاهدونها في العبوة ستخرج لكم كما خرجت الصحاب ستخرج لك كما خرجت الأخ قاعدة الشعر زائد الصبغة أو الملانج التي تفعل النتيجة يعني ستتحكم النتيجة التي تخرج لك أبخي حطيته في البول في الصبغة التي قاعدت لي كما تشاهدون كما تشاهدون نمشي فيها كامل الصبغة يعني الملانج هذه الصبغة التي قاعدتها لكي يقصوا كامل ونجعلهم نفس المدة هي نصف ساعة يعني حتى اللون يخرج لي لكي نغسله بعدما جالسم الساعة هذه الشعر الفاتح ونرى الشعر الذي كان برتوقال رايح كيف سيخرج هنا كما قلت قبل الاختلاف سيتبدل جامع فوق الشعر الفاتح هذا الذي خرجنا على زيتوني والذي كان على شعر فاتح رايح الفضاء كما تفهم من الملح هذه التي حبت أن تفهمها لكم من المبتدئات يجب أن تفهم هذه القاعدة بعدما كملنا البنات خسلتهم الملح 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 لا ننسوا بلسم ثم نستعملوا مثبت اللون ثم نشله ثم هذا بديل زيت كاين تعتم كاين لا نستعملوا نستعملوا كمية قليلة ونستعملوا غير في أطراف الشعر يرطب شعرك وتقدر يتمشطه كما رأيكم كيف سنوزع على الشعر هذا يرطبه لك لا نقول لك كيف ستعملت بروتين أو كيراتين لا يرطبه لك وتقدر يتمشطه كامل أنا أعجبوني هذه مبادئة كما رأيكم كبير 60 75 75 ماكسيمم من بعد سأرى هذه نتيجة الخصرة الصغيرة التي كانت على الشعر برتقالي غامق وهذا الشعر الذي رايح على فضة وهذا الشعر على شعر فاتح هنا فهمتكم لكي تعرفوا الاختلاف بين الشعر كيف يخرج كل شعر يعني إذا أحبت فضة يجب أن تكون شعر كثير إذا أحبت كما هذه أصفر رايحة على زيتوني شعرك يكون رايح البرتقالي يخرج لك هذا ويخرج لك شباب أنا أعجبني هذا الذي رايحة على زيتوني المهم دائما السبغة أذوق سوف أقوم بإستعمل ويضع سوف أدخل ملانج على شعر أسود ترى ما سوف نفعل بها لكي تفهموا بأن تفهموا بأن تفهموا بأن تفهموا بأن تفهموا على شعر فاتح هي النتيجة كيف تخرج كما تفهموا كما قلت لكم نحضروا نعود أن تختلف من شعر إلى آخر هذا هو الفيديو اليوم نتمنى أن أستفدتكم وأول فيديو اللون يجب أن نقص كم الأذواق كل شخص يعجبها كل شخص لكي تحب تسبغ أسئلة أسماع أين تجدونها أين تجدونها أين تجدونها أين تجدونها لدي أرقام المحلة تضيتهم من الإنستغرام إذا أحبتم كل ولاية كتبوا لهم الإنستغرام بالعين كتبوا لكم هنا يبعث لكم نقاط البيحة وماذا تسمى الصبغة كل شخص ما يبيحها 60 ألف أو 65 ألف فيها كل فيها الصبغة وقرعة أكسيدان 100 ملل يعني 200 ملل يعني إذا كانت طويل يأتي معها لداخل البلسم ومثبت اللون هذا هو الفيديو اليوم أبونيوشان يوتيوب بارتاجي والقناة والسلام عليكم إلى فيديو آخر